أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هذا الفيلم تزامناً مع العياد الوطنية عنوان الفيلم صلاح هذا بيت علاقة صادة جداً كبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أكيد رح نتكلم عن الرسالة التي قدمها هذا الفيلم مع ضيوفنا في الستيديو محمد الوادي ومثل حياة كله ومساء الخير مساء النور أبطال لهذا الفيلم وأيضاً أسامة لبلوشي حياة كله ومساء الخير نورينا أكيد ممكن نشوفنا لقطات من هذا الفيلم لكن محمد يريد تتكلمنا بشكل عام عن هذا الفيلم صلاح هذا بيته هذه القصة طبعاً قصة الشهيد صلاح محمد الرفاعي نعم هو من اللي ضحى بعمره حق الوطن نعم الفيلم هذا ما ديش أقوله شواء أنا بالنسبة لي أشوفها من أفضل الأعمال اللي أنا اشتغلتها أنزين وكان لي شرف أن يمثل وجسد هذه الشخصية طبعاً أنا ضاع الحجب وأنا قاعد طالع ما ديش أقول طيب أحنا أكيد إتنا حديثنا رح نتكلم عن دورك من خلال هذا الفيلم رسالة تبون توصلونها من خلال أيضاً هذا الفيلم ومشاركتكم لتزامناً مع العياد الوطنية أسامة إذا بنتكلم أكثر يعني شكثر مهم مثل هذه النوع من الأفلام أن تكون تنتجها مثل وزارة الأوقاف وخصوصاً في مجتمع كويتي هو أولاً بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة حق هذه الأعمال التي فيها الروح الوطنية والوحدة والتعاضد والتعاون مطلوبة عندنا كثرة بما أني أنا أساساً معلم فأشوف أن الأجيال هذه التي ودت بعد الغزو لا يعرفون شيء فهذه بالعكس تنمي فيهم الروح الوطنية الروح الوحدة الوطنية محمد يمكن أنت كنت بشخصية صلاح أول شيء الشخصية شخصية حقيقية يمكن الشخصية الحقيقية ودائما تكون القصص الحقيقة تحتاج لمصادر حقيقية شون قدرتوا توصلون لمعلومات خاصة بصلاح بالنسبة لي أنا يعني اليوم جوجل يقول لك كل شيء وفيه أنه فيه يعني شوفوا قعدنا طبعاً مع المخرج وقال لي الموضوع والمؤلف أنزين وتكلمنا ودشيت على جوجل قريت والزمن هذا تقريباً أنا يعني أنا ما أتكلم عن الشخصية الفترة الزمنية اللي هي الغزو عسى الله لعيدها علينا كنت موجود فيها فأذكرها عدل أما بالنسبة للشهيد تكلمت يعني تكلموني عنه بس ودارت الموضوع كذي وعرفنا قصتها حلو إحنا كل بين فترة وفترة دائما نشوف بعض الأفلام أو الستكتشات اللي تتكلم عن قصص الشهداء وش كثرهما ضحوا بيروحهم وادي ماءهم لهذا الوطن الغالي إحنا راح نكون مستمرين معاكم في حوارنا حول فيلم صلاح هذا بيته من بعد هذا الفاصل وما زلنا نستمرين في حوارنا مع ضيوفنا وفيلم صلاح هذا بيته وسامي ممكن الفيلم كانت مدتها ثلاث دقائق هل تشوف أن مدة الفيلم أو الفيلم القصير بثلاث دقائق ممكننا من خلاله توصل الرسالة اللي تبون توصلونها؟ عموما الشخصية نفسها شخصية الشهيد صلاح رحمة الله عليه كان تحتاج لها أتوقع فيلم طويل ثلاث ساعات مو ثلاث دقائق يعني لأن يوم قريت عنه وبحثت عنه ريال كان مكافح وكان وطني طريقة عجيبة وثقتها بالله كانت قوية فلا ما كانت كافية ثلاث دقائق أنه توصل الرسالة هذه حقها الشهيد أما ممكن تكون أفلام ثانية ممكن تكون رسالة بستين ثانية أو خمسة أس ثانية حتى صحيح والإنستجرام الحين كان من خلال دقيقة وحدة نشوف من خلاله فيديوهات ممكننا تنتشر توصل من خلال المسج اللي هما يبون يوصلونها محمد إذا بنتكلم أكثر عن الشخصية هل الفيلم والرسالة اللي تبون توصلونها من خلال هذا الفيلم أنه بس تبون تتكلمون عن حياة صلاح والشهيد والمعاينات اللي كان عايشها في هذه الفترة ولا كان الهدف منها والرسالة منها أخرى أكيد أول شيء نتكلم عنه هذا صار معالم الكويت حقنا شهيد الكويت يعني فقدت واحد من عيالها صحيح وضحها من أجل وطن فما نقول يعني إحنا نتشرف نتكلمنا عنه طبعا بس مثل هالأمل محتاج الجيل اليديد أنه يشوف ويعرف شون يسووا اللي قبل شون ضحها بعمرة حق هذا الوطن شون المسج اللي كنتم بتوصلونا غير أنهم يشوفون المعاناة اللي كانوا عايشينها في هذه الفترة تضحية حق الوطن في أكثر من هذا المسج إنسان ضحها بعمرة وضحها بحق الوطن أكيد يشوفون الترابط قبل يعني هذا أهم من كل الأمور الثانية أنزين وهو حب الوطن هذا المسج ما في أجمل وأحلى مننا يكون صحيح وأنت درسته والتوقيت اللي من خلاله يعني خليته والفيلم ياخذ هذا صدى الكبير تزامنا مع العياد الوطنية في الكويت وتحديدا 25 و 26 فبراير إذا بنتكلم أسامة عن هذا الفيلم من أول ما أنت حطيته والخطة أن أنت رح تنتجون لهذا الفيلم وتكون هذه الشخصيات متكاملة عندكم كيف أخذ منكم تنفيذ هذا العمل وتنفيذ العمل أخذ منه يوم كامل يوم كامل كتصوير للفيلم كتصوير نعم أما كعداد وعداد للشخصية وهذا تبين صراحة يعني يعني يوم قال لي المعد أنت بتمثل دور ضابط عراقي قتل واحد كويتي أنا وائد متردد كنت وائد يعني ممكن نشوف الجمهور شي يقولون بس ممكن أن يكون ضبطت الدور أي فعلا بس من داخلي يعني قدقت الواحد وثانيا أهله موجودين نعم يعني أمه أخواته أهله أعسر الله يطلب أعمارهم نعم أو شون قدرت أنت تضبط هذا الدور وهذه الشخصية بما أن أنت كنت وائد متردد فيها لكن خذتها وجربت هذه التجربة هي إحنا أثناء الغزو أساساً أثناء الغزو أنا تعذبت ثلاث مرات أو انطقيت ثلاث مرات فيعني اللي قاعدة مثلا كنت شايفة بعيني وحاصة ما زارت الصورة بعينك ما زارت الصورة بعيني وأنا كراهت كراهت هو ما شاء الله عليه يعني أجارت الشخصية بشكل وايد حلو وأنا كنت متخوف من الشخصية أنه يعني يترى البيلي ممثل جيد رح يبط الدور فكان ضبطة وايد نزيل وحسسني والله أني أنا بالتصوير وقتها حسيته لو خايف منه حسيت من الناس اللي كانوا نقول لهم دا هو دايما يعني الدور يتطلب من الشخص أنه هو تكون عنده جوانب مختلفة رح نكون احنا أكيد نتكلم عن هذا الفيلم بشكل كبير وانقطاعك محمد ورجعتك مع هذا الفيلم لكن رح ناخد اتصال مع المستشار الإعلامي لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأستاذ عبد العزيز الجناحي مساء الخير وحياك الله يا مساء نور الله حياك الله أستاذي أستاذي في البداية يمكن أننا بنتكلم عن الفيلم ليش اخترته وأن تكون قصة الفيلم قصة حقيقية أول شيء مشكورين على الاستضافة حياك الله على وسامة ومحمد اللي ساهموا في إبراز الفيلم حول أن القصة حقيقية يعني إحنا أردنا كوزارة الأوقاف أن نحاكي قراتجية الوزارة التي تهدف إلى تعزيز المنهج الوسطي تعزيز الوطنية ونبدأ التطرف إضافة إلى توجيهات مع الوزير محمد الجبري حول ضرورة الاحتمام بدور المسجد الريادي كانت الفكرة هذه يعني انتيسرت لنا أن تكون هي الفكرة الأنسب والأقرب إلى الاستراتيجية خاصة أن الشهيد صلاح الرفاعي كان أصغر إمام وخطيب في وزارة الأوقاف يوم استشهاده وهو يدافع عن وطنه فكأننا نقول أن القصة واقعية وتلامس تطبيق الاستراتيجية أنه ممكن يكون على أرض الواقع نعم طيب أستاذي يش اللي يميز هذا الفيلم عن باجي الأفلام اللي أنتجتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأعمال كلها كانت متميزة من قبل واليوم إن شاء الله راح تكون أفضل في المستقبل لكن ممكن هذا العمل اللي ميزه أن كثير ناس ما كانت تعرف اسم صلاح الرفاعي أنه أصغر إمام وخطيب واستشهد وكان هو أحد أبرز الأسماء في وزارة الأوقاف نعم وأول مرة تخرج للساحة يمكن حتى الإخوان سامة ومحمد تفقون معاي أن الكل التسائل من وين طلع هذا الإسم نعم الإسم يعني مشرف وكل شهداء الكويت اسمه مشرف إن شاء الله طبعا وطبعا إضافة إلى جهود المخرج من حد الشحات والمشرف الفني أحمد القادري اللي تركه وبصمة جدا مميزة للعمل نعم أستاذي شون قدرتوا تجمعون هذه المعلومات المصادر اللي خذيتوها عن الشهيد صلاح الرفاعي إحنا بصراحة تواصلنا أنا تواصلت شخصيا مع المهندس محمد صلاح الرفاعي ابن الشهيد وهو زميل وصديق وأخذنا كل المعلومات اللي تخص ما قبل استشهادة من يوم توظف الشهيد صلاح إلى يوم استشهادة صلاح كانت موافقة منهم ما قصروا عائلة الرفاعي الكريمة وصلاح ندونا في إنتاج هذا الفيلم نعم أستاذي بما أنت وحاطي لكم خطة من ضمن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خطة ل شو ممكن أنت تنتجون لهذه الأفلام الصغيرة ده بنتكلم عن الخطة المستقبلية شو راح تكون من خلال وزارة الأوقاف نعم أيضا أرد وأقول أن الوزير حرص على الاهتمام بدور المسجد نعم اهتمام بالمؤسسة الدينية بشكل عام فإن شاء الله راح يكون فيه أعمال إن شاء الله في مجال الإنتاج للأفلام القصيرة تهتم في المسجد تحديدا نعم بدنا الله يعطيك العافية يعطيك العافية أكيد أستاذ عبد العزيز جناحي المستشار العلامي لوزارة الأوقاف وشؤون الإسلام يعطيك العافية على هذه المداخلة يمكننا محمد نحن يعني المقطاع سبع سنين عن الدراما ورجعت من خلال هذا الفيلم القصير وانتشاره في مواقع تواصل اجتماعي واليوتيوب وغيرها شنو السبب والله شوفوا أخوة أنا عندي فيلم ترين أرضى حين حاليا بالسينما تلك هيت إن شاء الله اسمه المخيم يمكن من بعد انقطاعي كان العمل هذا اللي هو فيلم المخيم وشاركت ضيف شرف مسلسل بس بيني وبيني بصراحة أنا العمل الدراما قبيت عنهم لماذا؟ شالسبب؟ ما أشوف شيء فيه شيء يديد من هذه الدراما أنا بالنسبة لي أنا قاعد أتكلم عن نفسي ما أشوف اليوم فيه شيء قاعد يقدم قصص نفسها باتشي وعوارقة وطراقات وهذا هو ما في شيء يديد أنا أتكلم عن نفسي يعني وجهة نابري أرشون تشوف نفسك من خلال الأفلام سواء كانت سينمائية أو القصيرة الأفلام بضغط وايد أنا يعني هو كان حلمي يعني أنا أقول حلم طفولتي كان هو أني أكون نجم سينمائي عن زين ونسوي سينما بالكويت الحمد لله أنا يعني اليوم أقول هذا ثاني فيلم حقي طبعا الأول فيلم اللي هو المخيم وهذا الفيلم الثاني طبعا الفيلم هذا قبولي حق الفيلم هذا يعني قاعد يقولولي شهيد أنا تخيل لما يقولولي فيلم قصير وتجسد شخصية شهيد والله ما نمت يعني طبعا كان فيني خوف ردة الفعل طبعا ومستانس بنفس الوقت وكنت هم متخوف من الموضوع أرشون يعني حتى القصة هذه أنا كنت يعني والله وأنا أنام أتذكر أقول أهلا إيش الله لما راح يشوفونا شنو التأثير اللي راح يكون فيهم سهي هل راح نذكرهم بالموضوع نعيده فكنت وايد متأثر بالموضوع وإن شاء الله يا رب أنه يعجبهم أهم بالأول أنا بالنسبة لي نعم يعطيكم العافية الأمانة من خلال هذه الأفلام القصيرة اللي تنتشروا سواء كان ستكلم عن قصة أحد أبطال الكويت وشهداء الكويت وحتى لو كانت تتناول رسالة للمجتمع من خلالها تكون فيها رسالة إيجابية يعطيكم العافية الأمانة على أي عمل قاعد يتقومون فيه إذا في كلمة أخيرة حابين تختمون فيها أسامة والله كلمة أخيرة أحب أول شي أقول لحق الجمهور خليش شوفونا الفيلم الفيلم ممتاز ولقى نجاح كبير وشوفوه موجود على اليوتيوب صلاح هذا بيته هذا أولا ثانيا أنا رسالتي حق أهل الشهيد أقول لهم سامحوني هذا مجرد تمثيل ولا تكرهوني إذا شفتوني بعمل ثاني ويعطيكم العافية هو هذا دور بنهاي محمد أنا أشكركم وأقول يعني ما دي أسامة أخوي قال كل شي نفس الكلم اللي أنا كان ودي أقوله وأقول له للشهيد ولا تكون بطل يعطيكم العافية وعسى الله يوفقكم أبطال فيلم صلاح هذا بيته المثل محمد الوادي وأسامة البلوشي شكرا على وجودكم اليوم معنا رح نكون متواصلين معكم وظيفنا الشاعر مرزوق الروقي من بعد هذا الفاصل